اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تليه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من اهتمام بتعزيز علاقاتها المتميزة بأبعادها التاريخية التي تسهم في شتى محطاتها بالتنسيق المستمر ووحدة مواقفها في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عهل المملكة العربية السعودية حفظهم الله منوها بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة الفريدة لدى مملكة البحرين قيادة وشعبا ودورها الريادي في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وحرصها على أمن والسقرار المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم لسعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك للشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث استعرض سموه مسارات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين الشقيقين منوها بالدور الذي يقوم به سعادة السفير في العمل على تعزيز هذا التعاون على كافة الأصعدة من جانبه أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك للشيخ على عمق ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات مميزة مغربان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام في تعزيز العلاقات والدفع بها نحو فاق أرحب ترجمة نانسي قنقر